أدواتي في القواعد أو النحو I use the simple present أنا أستخدم زمن المضارح البسيط with مع الزمائر I, you, she, he, it, we, you and they ولدينا الجدول personal pronouns الزمائر الشخصية verb play سنصرف الفعل play يلعب مع هذه الزمائر I play أنا ألعب you play أنت تلعب أنت تلعبين she, he, it, plays هي تلعب هو يلعب وضمير الذي يستخدم لغير العاقل it إذن نلاحظ أن الفعل play عند تصريفه في زمن المضارح البسيط مع الزمائر she, he, it يأخذ as في آخره we play نحنو نلعب you play أنتما تلعباني أنتم تلعبونا أنتن تلعبنا they play هما يلعباني هما تلعباني هم يلعبونا هن يلعبنا تلاحظون أن الفعل play عند تصريفه مع الزمائر I, you, we, they لا يتغير شكله أو لا يضرأ على آخره أي تغيير to speak about the rights and duties in school to speak about يعني للحديث عن rights الحقوق and duties والواجبات in school في المدرسة I use أنا أستخدم أو أنا أستعمل to have in the present simple to have الفعل to have يملك in the simple present في زمن المضارع البسيط مثال example I have the right to play I have the right أنا أملك حق أو أنا لدي حق to play to play I have the right to play بعدها to express my duties in school to express للتعبيري عن my duties واجبات in school في المدرسة I use the simple present أنا أستخدم زمن المضارع البسيط example مثال I keep my classroom clean أنا أبقي قسمي نظيفا أو أحافظ على نظافة قسمي I keep my classroom clean to express my duties in school to express my duties in school للتعبيري عن واجباتي في المدرسة I use the simple present with don't أنا أستخدم زمن المضارع البسيط مع أداة النفي don't يعني هنا نتحدث عن حالة النفي الجمل المنفية باستخدام أداة النفي don't example مثال I don't arrive late at school I don't arrive أنا لا أصل لا أصل ليت متأخرا أشكو إلى المدرسة We don't shout in class We don't shout in class نحن لا نصرخ في القسم بعدها Next To locate places on a map To locate بمعنى لتحديد موقع places الأماكن on a map على الخريطة على الخريطة A map بمعنى خريطة لتحديد مواقع الأماكن أو موقع الأماكن على الخريطة I use أنا أستخدم Next To بجوار أو بجانب At the corner في ركن أو في زاوية On the right On the right على اليمين ولدينا عكسها On the left على اليسار On the left Between Between بين Near Near قرب أو بالقرب من مثال Example The canteen is next to the staff room The canteen is next to the staff room المطعم بجانب أو بجوار غرفة الموظفين أو غاعة الموظفين To describe actions in progress To describe لوصفي Actions مفردها action بمعنى الفعل أو الحدث مثل فعل القراءة فعل الكتابة فعل سقي الأزهار وما إلى ذلك من الأمثلة In progress بمعنى قيد التنفيذ أي أن الفعل يحدث الآن أو يجري الآن I use the present continuous أنا أستخدم زمن المضارع المستمر continuous with the three forms في الإشكال الثلاثة and the time marker وظرف الزمان time marker ظرف الزمان now الآن personal pronoun ظمير شخصية مثلا I he she it we you they زائد plus plus زائد to be in present الفعل المساعد to be في زمن المضارع البسيط ولقد رأينا أحبائي أن زمن أو أن الفعل المساعد to be عند تصريفه في زمن المضارع البسيط يأخذ ثلاثة أشكال three forms am am مع ظمير المتكلم أنا is مع ظمائر الغائب she he it والشكل الثالث والأخير are مع الظمائر we you they plus زائد verb الفعل في آخر ing plus ing زائد ing plus زائد the time marker now ظرف الزمان الآن نأخذ أمثلة لدينا لدينا الضمير i زائد to be in present الفعل المساعد في زمن المضارع البسيط مع الضمير i am am نضيف الفعل read مثلا read نضيف ing لآخر الفعل reading ونضيف the time marker ظرف الزمان now نقول i am reading a book now i am reading a book now أنا أقرأ كتابا الآن يعني فعل القراءة أو فعل قراءة الكتاب لم ينتهي بعد بل هو قيد التنفيذ يجري الآن مع الضمائر he she it ضمائر الغائب نستعمل is he is she is it is ثم الفعل في آخره ing مثلا watching watching يتفرج tv التلفز now الآن he is watching tv now she is watching tv now يعني أن فعل مشاهدة التلفز يحدث الآن هو قيد التنفيذ مثال مع الضمير it انتبهوا هذا الضمير لا يستعمل مع الأشخاص بل يستعمل لغير العاقل مع الجماد والحيوان والأشياء مثلا it is raining now it is raining now بمعنى إنها تمطر الآن أو يسقط المطر الآن rain يمطر أو تمطر مضاف آخره هذا الفعل مضاف آخره ing لتشكيل أو لسيات زمن المضارع المستمر ثم لدينا الضمائر we you they نضيف إليها زمن مضارع أو عفوا نضيف إليها الفعل المساعد في زمن المضارع البسيط to be are نقول we are you are they are نضيف الفعل مثلا arrange arrange بمعنى ينظم أو يرتب في آخره ing arranging arranging the tables الطاولات now الآن we are arranging the tables now نحن نرتب الطاولات الآن you are arranging the tables now they are arranging the tables now ولدينا الأمثلة التالية examples المثال الأول عبارة عن سؤال what is Soria doing now بدأنا الجملة الاستفهامية أو السؤال باسم استفهام what للسؤال عن الفعل هنا what ثم بعدها الفعل المساعد to be في زمن المضارع البسيط in present is لماذا استخدمنا is لأن الفاعل في هذه الجملة the subject هو سوريا يمكن استبدالها بضمير الغائب she هي سوريا ثم لدينا the verb do الفعل do في آخر ing doing و ظرف الزمان the time marker now الآن what is سوريا doing now نجيب على هذا السؤال فنقول نبدأ بالفاعل سوريا أو she she is to be in present يعني الفعل المساعد to be في زمن المضارع البسيط ثم الفعل arrange arrange مضاف في آخر ing arranging the tables مفعول به now she is arranging the tables يعني هي الآن تنظم أو ترتب الطاولات السؤال الثاني are the pupils practicing sport راح بدأنا الجملة بالفعل المساعد are هذا النوع من الأسئلة يسمى yes no questions يعني الأسئلة التي تجيب عليها yes أو نعم لاحظوا أحبائي أن الجملة تبدأ بالفعل المساعد are لماذا استخدمنا are لأن الفاعل في هذه الجملة هو the pupils التلاميذ هم يمكن تعويضه أي تعويض الفاعل بضمير الغائب they ثم لدينا الفعل practice يمارس في آخر ing practicing sport الرياضة هل يمارس تلاميذ الرياضة نجيب على هذا السؤال هنا لدينا حالة النفع no they are not they are not هم بمعنى هم لا يمارسون الرياضة إذن أحبائي عند الإجابة على هذا السؤال في حالة النفع في بداية الجملة نضع الفاعل they بعدها الفعل المساعد are ثم أداة النفع not they are not القاعدة الأخيرة I use أنا أستخدم the possessive adjectives صفات الملكية our our and there and there to express للتعبير عن possession possession الملكية our صفة الملكية التي تدل على الفاعل we نحن there صفة الملكية تدل على الفاعل they they ولقد خصصت فيديو لمراجعة الزمائر أو نعم الزمائر وصفات الملكية تجدون الرابط في صندوق الوصف لدينا المثال our school is beautiful our school مدرست نا ضح صفة الملكية our تكافئها في اللغة العربية الضمير المتصل بالأسماء نا مدرست نا is beautiful بمعنى جميلة مدرست نا جميلة مثال الثاني my classmates زملائي في القسم أو في الصف do ينجزون their homework واجبهم المنزلي on time في الوقت إذن their صفة الملكية يكافئها في اللغة العربية الضمير المتصل بالأسماء هم واجبهم واجبهم their homework ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ue